الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال والإيمان بعذاب القبر يعني من أصول السنة التي يجب الإيمان بها يجب ولا يستحب إنما يجب الإيمان بها الإيمان بعذاب القبر ومن لم يؤمن بعذاب القبر ونعيمه فهو كافر كفرا أكبر خارج عن الإسلام لأن من كذب بعذاب القبر ونعيمه كذب الله ورسوله فهو كافر الكفر الأكبر وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه في الكتاب والسنة من القرآن قول الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون وآله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ونحن نعلم أن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة قال الله عن آل فرعون إذن يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ والبرزخ هو الحاجز يعني ربنا ما قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما في الدنيا لأنهم ماتوا ولم ماتوا إذن انتقلوا من الدنيا ولا يوم القيامة لأن يوم القيامة لسه ما جاء إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لا في دار الدنيا ولا في يوم القيامة إنما في دار ثالثة وهي البرزخ لأن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة دار البرزخ هي التي تكون في القبور والبرزخ لغةً هو الحاجز بين الشيئين هو الحاجز بين الشيئين والدليل على هذا المعنى اللغوي قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ومعنا الآيتين بحر حلو وبحر مالح دين البحرين بيلتقوا الحلو والمالح لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل برزخ بين البحر الحلو والبحر المالح لألا يختلطا وهذا معنى قوله بينهما برزخ لا يبغيان يعني لا يبغي المالح على الحلو ولا الحلو على المالح ما يختلطوا واحد ما يبغي على الثاني بينهما برزخ ليه؟ عشان ما يختلطوا يبغي واحد على الثاني إذن البرزخ هو الحاجز بين شنو؟ بين شيئين هذا في اللغة والبرزخ شرعا معنى البرزخ شرعا هو الحاجز بين الدنيا والآخرة وهو الحياة التي تكون في القبر إذن من الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر النار قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة قال بعدين عندهم عذاب تاني لكن الآن هم يعرضوا على النار غدوا وعشية أما يوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد وهذه من أوضح الآيات وأقوى الآيات في إثبات عذاب القبر لمن فهمها وتأملها ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عذاب القبر حق وما جاء أيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر هنا أخونا وأما الآخر نعم فكان لا يستثر من البول وأخذ جريدة وشقها وضع في قبر نصفا وفي قبر نصفا المهم الشاهد إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه فيه كبير وكذلك الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لو لا ألا تدافن نحن بنسرد الأدلة في مسألة عذاب القبر تحديدا لأنه فيها الشبهات وقد أنكر عذاب القبر ونعيمه المعتزلة المعتزلة والجهمية ومن سار على نهجه ما الآن من المؤتمر الشعبي وحزب التحرير وغيره فذي شبهات بجيبوها لابد أن تتسلح بالأدلة من الكتاب والسنة تتسلح بالعلم لتدافع عن الإسلام أيضا من الأدلة على إثبات عذاب القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع بل مناسبة الآن هذه المغابر هنا بجي شمالكم لو سمعت الآن الناس أن يستحق علم العذاب بيعذبوا كيف في قبورهم ما بيزول فينا حيتفن أخوه أبدا ولا وكلنا سنوصل يقول ما يدفنون شكدا النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا يعني لما أنا خايف إنه ما بيزول يدفن التاني كان دعيت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع وده فيه دليل على إنه ما في أحد يسمع عذاب القبر إلا النبي عليه الصلاة والسلام الشغل اللي بيعملوا السرورية والأخوان المسلمين يجي شاهل الموبايل في الخطبة وعامل فيها بيبكي وهذا عذاب الغبر صورناه من جوة القبر تقول له كلام كذب ساكن كذب زول دجال وكذاب بس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد السمع وما دار يدعو الله أنكم تسمعوا لأنه لو سمعتوه ما بزول بيت فينا التاني يبقى ما بزول فينا بيسمع ناجي غشك زول في يوتيوب والذي شعل الموبايل في الخطبة ويجي بليه صورة نصوين بيسرخا في بيكا ولا بتاع يقول لك ده عذاب القبر كذب ساكن ما في أحد يسمع من البشر ولا من الجن لا الإنس ولا الجن ما بيسمع عذاب القبر لا الإنس ولا الجن تحديدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من الأدلة أيضا على إثبات ما جاء عند أحمد وبدعود وصحاه الألبان من رواية البراء ابن عازب الحديث الطويل الحديث الطويل انتهينا إلى جنازة رجل من الأنصار فجلسنا عند القبر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ولما يلحد فأخذ عودا ينكت به في الأرض وينظر إلى السماء ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإخبال على الآخرة إلى آخر حديث الطويل معروف عنده وغيرها من الأحاديث من الآيات والأحاديث في إثبات عذاب القبر وقد أجمع المسلمون وأجمعت الأمة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ومن أنكره كفر وخرج من الإسلام طيب ما هي شبهات الذين ينكرون عذاب القبر مما ينكر عذاب القبر متولي الشعراوي المصر إذا غاش الجماعة ومولصقين صوروا في العربات زول دجال ساكن ينكر عذاب القبر ونعيمه ومما ينكر عذاب القبر ونعيمه من الدعاة دعاة الضلال المعاصرين المدعو أيضا عدنان إبراهيم والترابي وغيره طيب شبهاتهم شنو دي لكلهم والكلام دا قديم يعني أمه قلت لك دا تجديد في الدين لا 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 دا أخذت من المعتزل بدري بدري خالص ما في تجديد ولا جد وذي حاجة حتى الباطل شاءلوا من ناس قباله حتى الباطل شاءلوا من ناس قباله قالوا المعتزل بدري لكلام دا طيب شبهاتهم شنو ليس لهم دليل لا من القرآن ولا من السنة أبدا لأن القرآن والسنة يثبت عذب القبر ونعيم القبر أدلتهم كلها شبه عقلية أقواها يقول لك الآن لو فتحنا القبر ما ابن القبيع عذب لا في نار مولعة ولا ابن القاو جنب تفاح ولا غير ولا غير إذن ما في عذب قبر طيب نفس الدليل العقلي هل أنت تتكلم مع أخوك بالجهاز والموبايل صحيح في أمريكا وما بتشوف كلام طائر في الهوى خلاص إذا ما في كلام أصلا وكونك دا أخوك ذاته دا وهم دا ما أخوف صحيح ولا ما صحيح لا لا مولادك تكنولوجيا خلاص إذا استطاع البشر ذلك فرب البشر يستطيع كل شيء وهو على كل شيء قدير بس بمفهوم بسيطة جماعة وحاجات كثيرة في الدنيا دي عملوها البشر وصنعها البشر هي غريبة كذلك الرد الثاني هو اللي قلل فتحنا وابن نشوف العذاب ولا النعيم ليس كل ما لا يرى فهو معدوم ليس كل ما لا يرى فهو معدوم مثلا العقل والروح لان تسأل ذاته المعتزل هذا والشعبي أو غيره قل له انت في جسمك في روح ولا انت ميت يقول له كيف يعني عندي روح هل رأيتها اذا قال ايوة طبعا انت مجنون وطبعا هيقول لا مش كده اذا كان عاجل بيقول لا الروح موجودة وقد اثبتها وآمنت بها مع انك لم ترها اذا ليس كل ما لا يرى معدوم صحيف او لا صحيف العقل العقل لا اسأله قل له انت عاجل ولا مجنون لك هزو الكير بتنبذني لاني دكتوراه كمان في الاختصاد عاجل هل رأيت عقلك يقول لك لا هل تؤمن به يقول لك ايوة اذا ليس كل ما لا يرى معدوم لانك انت ما شايف عقلك وما شايف روحك ومع ذلك تؤمن بهم كذلك اذا فتحت القبر وما شفت عذاب ولا نعيم ده ما معنات انه معدوم ما في عذاب ولا في نعيم صحيف او ما صحيف وهكذا تناقش ما عندهم حج النازل ابدا ما عندهم حج وتولي الشعراء بيقول ما ممكن ربنا يعذبه مرتين قال ممكن ربنا يعذبه خمسين مرة انت بس ما عارف العاصل صحيف او ما صحيف ياخي في الدنيا هنا ربنا قال كذلك العذاب اصحاب الجنة اصحاب الحديقة في صورة القلب مش كده فاصبحوا فتنادوا مصبحين ان يغضوا على حرثكم ان كنتم صارمين فلحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل طائفا يطوف عليها وانتهت واتدمرت واتحركت بقى السوداء من الحريق المهم ف وانتهى الامر ده مرة واحدة ربنا في النهاية بعد ما انتهى لهم من حديقتهم حرقة اليوم لانهم طمعوا ولانهم منعوا المساكين ربنا في النهاية قال كذلك العذاب ده السع اها بعدين والغيامة والعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون خلي القبر هنا في الدنيا بعذاب بنص الآية فقال خلاصة متولي شعراوي طيب يتطح لهم كده بغش الجماعة قال ما ممكن ربنا يعذبه مرتين قال ممكن ربنا يعذبه سبعمية مرة صحيح او لا صحيح يمشي هنا ده زول الدقاف ده عذاب ابتلة من ربنا يكون رافع رأس بعين في الموبايل فتح الواساب كراء وتزلي جقع في الخور ده نوع من العذاب صحيح يركب لحاب لطق ودفار يقدين وتكسر وليه اتنين نوع من العذاب بعد ده عقوبة ليه رفع لدرجته ده موضوع اخر لكن برضو نوع من خف قومه فاطعوا وده الحاصل الليلة ان دعاة الضلال لهم اضيعوا كثير من الامة دي بالمناسبة لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال غير الدجال اخاف عليكم او اخوف عليكم يعني قال في حاجة انا بخاف عليكم اكتر من المسيح الدجال قال قال وانما اخاف على امتي الائمة المضلين اكتر خوف واكتر بلوة ابتلبي الاسلام والمسلمين هم دعاة الضلال وائمة السوء زي دير ولما هم الاعلام عمل لهم هالة فضيلة العلامة فضيلة الدكتور فضيلة البروفيسر فضيلة ما بعرفه وتلقى اجهل من حمار اهله يغش الامة وينكر اشياء اثبتها الله بالقرآن وانزلها من السماء وقالها رسول الله صلى الله ودي دي المصيبة الليلة والمناسبة اكبر مصيبة علماء الضلال هم من نشروا الشرح وجوزوا للناس هم من نشروا الكفر وسوغوا للناس هم من نشروا للحاد وبرروا للناس هم من الانكروا الدين وحاروا التوحيد هم دير كده الرد عليهم حربهم واجبة بل من اوجب الواجبات لكن ما تكون الا لمن تعلم العلم الشرع الصحيح وكذلك نؤمن ب نعيم القبر زي ما في القبر في عذاب في القبر في شنا يا جماعة في نعيم ينعم الانسان في قبره ونؤمن بمنكر ونكير وهذان ملكان بعضهم قالوا ذي ما ملكين قالوا منكر ونكر لكن ما ملكين هذا عمل صالح وعمل هذا غير صحيح منكر ونكير ملكان بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أزراقان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير قال فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي يبعث به إذن ذي الملكين وبرضه من شبهاتهم الترابي قال قال يخش جوه القبر يخش كيف قال ملكين كبار قال يخش جوه القبر أي بيخش أنت لآن ما بتمشي عندك وجع بلعوه من هذا بيعملوا لك بل أشعة ولا بيخش ذاته كمان ده كمان عجيب من بعيد يصوروا لك جوه ذاته صحيح لما صحيح ويدخلوا لك منظار وفيه كاميرا كمان جوه يوريك جوه فشنه هناك جوه قال تشطى قال تطحنية كله قوريك فكيف ربنا سبحانه وتعالى ما يستطيع ذلك ناس ناس عجيبين خلاص ويجيس قدرة الله عز وجل على قدرتهم هم وبعقولهم الفاسدة الناقصة القاصرة يقول لك ما ممكن يعني يخش يا ربنا هذار يخش جوه عينك بيخش صحيح ولا ما صحيح هو ربنا الخلق بعد أن كنت عدما وفناء محضا وصرفا ربنا خلقك ولم تك شيئا ما يقدر يعمل كذا يقدر يعمل كذا شبهاتهم التالتة والأخيرة يقول لك طيب في ناس الوحوش أكلتهم والتماسيح أكلتهم وفي ناس يتفجروا وهذه للليلين فيهم وين طيب لما كنت ما في أصلا ربنا لما فيك وين خلق اجابك كذي سؤال برضو ويأتو الأصعب تخلق من عدم وفناء وكنت ما فيك خالص ولا تعاد بعد ما مت وجدت يأتو الأصعب الأصعب الأول لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى يشتمني ابن آدم حديث البخاري ويكذبني ابن آدم قال فأما تكذيبه أما شتمه إياي فقوله قد اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمو الذي لم ألد ولم أولد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعد ما يميتني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وليس أول الخلق بأهون علي من شنو إعادته يعني أول الخلق أصعب ربنا لما انخلق الجبيل ده أصعب مما يعيدك بعد ما يموت يحييك تاني ده أسهل كونه يموت ويرجعك تاني ده أسهل الأصعب يا تو الخلق الأول لأنه كنت أصلا انت فناء كنت عدم كنت غير موجود ده أصعب فربنا جذر ربنا يخاثبنا بعقولنا ربنا جذر على الأصعب ما يجدر ما يجدر على الأجل والأسهل من الأول وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته لأنه أول الخلق ما له أصعب ما أهون أصعب طيب طيب أدلة كثيرة أدلة كثيرة النار فيها تعزيب ولا فيها نعيم الله قال النار يعرضون هم يقرأ من كلمة النار النار يعرضون النار فيها نجيض وعذاب ولا فيها نعيم فلازلنا هنا سيكون فيها نعيم كيف فالعرض يعني العذاب أنا قلت أنا قلت إذا دائر يعني خش في عينك الملك أنا قصدي كده تفتن في قبولها وهي فتنة القبر ولا يؤمنها إلا من استثني في السنة ومنهم من مات يوم الجمعة أو ليلتها الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو يؤمن الفتان يعني الفتان وكذلك الشهيد قتيل المعركة الذي يموت في المعركة يؤمن من فتنة القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه لذلك ربنا يؤمن من فتنة القبر أما باقي الناس يفتنون في قبورهم والمقصود بفتنة القبر سؤال الملكين من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعثه فيكم أو فيك وشبهة الحزبيين هنا الحزبيين لما ترد على أهل البدع يقول لك يا رب أنا سيسألك في قبرك من أهل البدع أيها بيسألك لأنك تسأل عن ثلاث من ربك ما دينك دينك دي شنو الإسلام وهل الرد على أهل البدع من دين الإسلام ولا ومن دين الإسلام فإذا طبقت الإسلام صحيحا التوحيد والعقيدة وكل الصلاة باقي أركان الإسلام قمت بالواجب رددت على أهل البدع ذا كده إسلام مكمل فتسأل عن هذا الإسلام كله عرفت فنسألهم نقول لهم يرحمك الله الرد على أهل البدع من الإسلام إذا قالوا لا نجلب لهم ولا دي الله طيب إذا قالوا أيوة نقول الله ويسأل عن دينه عن الإسلام ناقص ولا تام ومن تمامه بل واجباته الرد على أهل البدع نعم وطبعا الجواب عن من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما بمجرد القول في الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول في الدنيا الذي يقول ويوفق طواله لا إلا من طبقها فعلا من ربك ربي الله طبق التوحيد تمام ما دينك دين الإسلام طبق الإسلام تمام دا ليوفق في القبر إنه جاو وكذلك من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم أو الوتر ويقال للإثنين شفع كما قال تعالى والشفع والوتر واصطلاحا قيل هي طلب الخير للغير وقال العلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى شفع شرعا يعني التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة وشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الكتاب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وغيرها من الآيات الكثير جدا في القرآن الكريم ومن السنة حديث الشفاعة الطويل وهو عن أبي هريرة وهو في صحيح البخار ومسلم يأتون آدم ويأتون نوح ويقول نفسه نفسه حديث معروف ومن الأدل أيضا اختبأت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي يوم القيام أو اتخذت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي يوم القيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع ومشفع ومعنى أول شافع يعني أول شافع يشفع ومعنى أول مشفع يعني أول شافع تُقبل شفاعة وشفاعة لها شرطان شرطان أساسيان لا تكون إلا بهم الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع الذي يشفع أن يأذن له بالشفاع الشرط الثاني رضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى وَكَمِّ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاء هذا هو شرط الأول ويرضى هذا هو شرط الثاني أن يأذن الله لمن يشاء هذا إذن الله للشافع أن يشفع للمشفوعين ويرضى هذا هو شرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له أما الشفاعة التي كان يطلبها المشركون وما زالوا يطلبونها اليوم فهي الشفاعة المنفية وحكمها شركٌ بالله وكفرٌ بالله قال الله تعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ معناها كيف؟ معناها يَعْبُدُ مَنْ يَعْتَقِدُونَ عِندَهُ الصَّلَاحِ يَعْبُدُ ويَعْبُدُ الْوَلِي لَيَعْبُدُ يَقُولُ دَا أَشْاً بِيشْفَعَ عَلَيْنَا عِنْ اللَّهِ قِدَّا يَصْرُفُوا لَهُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ يَشْتَغْيْسُ بِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إلى آخره يَقُولُ دَا أَشْاً يَشْفَعَ عَلَيْنَا عِنْدَ اللَّهِ فَيَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وده حاصل الليلة عند المشركي زماننا وشفاعة منها ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الصالحين القسم الأول ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنواع أولاً الشفاعة العظمى وهي التي تسمى بالمقام المحمود ودليلها قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً وفي شبه هنا في الآية قال بعضهم المقام المحمود أن يُجلِسَ الله نبيَّه محمدًا عنده في العرش أو في الكُرسي ووردت أحاديث في ذلك قال الشيخ الألباني وكلها غير صحيح وكلها غير صحيح طيب المهم إذن المعنى الصحيح لقوله تعالى مقاماً محموداً المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وهذا هو النوع الأول من الشفاعات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وَلَا يُشَارِكُهُ مَعَهُ أَحَدٌ وما هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود؟ هي أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في بدء الحساب مش بيجيفوا يوم طويل مقدار خمسين ألف سنة وتدن الشمس من رؤوس الخلائق والناس في العرق منهم من يغوص في عرقي يلجم إلجاماً ومنهم إلى حقوي ومنهم إلى ركبتي الأخيرة صحيح؟ هنا الناس دارين رباً يبدلون في الحساب لأن الموقف ذا عظيم فيذهبون إلى آدم دا الحديثنا ودي قصة الحديث ومعناه فيقولون ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك فيقولوا نفسه إلى آخره ويذهبون إلى نوع يقول نفسه ويذهبون إلى إبراهيم يذهبون إلى موسى إلى عيسى ثم إلى محمد دا هي المقصودة فيقول أنا لها أنا لها دي الشفاع الكبرى العظمى وهي المقام المحمود ودليلها أيضاً حديث ذكر بعد الأذان آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاماً محموداً الذي وعدته دا هو الموضوع ذاته دي الشفاع الكبرى ذاته وهي شنو يا جماعة؟ بتكون في شنو الشفاع الكبرى إن أن يشفع لهم في بدء الحساب وهذه لا يشاركوا فيها أحد الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشارك في أحد شفاعته في فتح باب الجنة ما جاء في المسند قوله صلى الله عليه وسلم وَآتِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا يعني هزة كده فيقال من فأقول محمد فيقال أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك لشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم رغم كم؟ اثنين الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب ودليلها في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس هل نفعت عمك يا رسول الله أبا طالب قال نعم قال فإنه كان يحوطك ويحميك قال نعم قال كان في قعر جهنم فشفعت له حتى صار في ضحضاحٍ من النار وأيضاً الحديث الآخر في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب موضوعٌ في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم القمقم القدرة القدرة دي تعد الفول أو البليلة المرجل ده زي الكانون يعني اللي بخدته فيه هو الجمع والقمقم ده شنو دي القدرة دي فيغلي منهما دماغه كما هو السخانة ما نمسي السخانة دي كنار جهنم أشده حراً لكن ده تشبيه كما يغلي المرجل بشنو؟ بالقمقم والأخمص يعني تحت كراعك في حتة شنو مهوية من الواطة الحتة المهوية من الواطة دي الأخمص وده أهون أهل النار عذاباً أبو طالب أهون أقل له أحد عند عذاباً قال ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه هذه الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والصلاة أما شفاعات المشترك بينه وبين غيره من الصالحين أولاً شفاعته لأهل الكبائر والمعاصي من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم جعلتها لأهل الكبائر من أمة يوم القيامة وهذه ينكرها المعتزلة والخوارج والجهمية وينكرها الآن الإباضية وغيرهم والخوارج الآن ينكرونها تماماً لأن عندهم أن من استحق العذاب لا يستحق النعيم يعني بخش النار ثاني ما بيطلع بس كافر مسلم خشة ثاني ما بيطلع طيب النوع الثاني من الشفاعات المشتركة شفاعته لمن استحق النار أن لا يدخلها الأول لمن دخل النار أن يخرج منها أهل الكبائر الثاني لمن استحق النار أن لا يدخلها الثالث شفاعته لمن دخل الجنة وكان في درجة دنيا أن يترق إلى درجات أعلى أن يترق إلى درجات أعلى شفاعته لمن دخل الجنة في درجات دنيا أن يترق إلى درجات أعلى أيوة أيوة بقوم والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما اخترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله هؤلاء يسمون بالجهنميين كما جاء في صحيح البخاري قوم بعدما دخلوا النار وصاروا حمما يعني فحما فيخرجون من النار وبقزيل فحم من الحريق فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحياة كل جاء الرواية به وهذا النهر ماءه روية أن ماءه كمني الرجال فيدخلون فيه فيخرجون كاللؤلؤ شو بزيبير كانوا محرقين صح؟ الآن يخرجون كاللؤلؤ على رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون الذين دخلوا الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه لكن ديل الحديث الزاة طويل هو ديل لما انطلعوا ربنا سبحانه وتعالى من النار وطلعوا بشفاعة قال ممن يشهد أن لا إله إلا الله وقال في لبظ ممن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يعني من توحيد ويشهدون أن لا إله إلا الله يعني موحدين عندهم توحيد لكن عندهم معاصي كثيرة بعد ما يحترقوا في النار ويصوروا فعم بعد ذلك يطلعوا ويدخلوا في النار بعد ذلك يخشوا الجنة فكان عندهم توحيد لكن ما عندهم أعمال صالحة كثيرة بس التوحيد فيدخلوا وعندهم معاصي كانت كثيرة فغلبت عليهم فدخلوا بسببها النار وده في مفايدة جماع أنه الإنسان ما يكون مرجي زي الفقه بتاع الدجال قل لكم واحد تابنقوا هاي معانا طوالي خوش معانا انت بتزكر بتجير خطرة معانا معانا كلام ده باطل أناس ده باطل من أفضل الباطل والكلام ده فيه نوع من الإرجاء وفيه تهويل للمعاصي يعني ارتكب المعاصي طالما انت وتمشي القبة ولا بتمعلق تميمة ولا بتعبد الشيخ أعمل الدائر وده كلام باطل لأن المعاصي بتدخلك وين النار هو ده دخل النار إذا كان ابو طالب موضوع تعيت في كرعين وتعيت جمرتين بس وهو أهوا أغلى أهل النار عذابا قال ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا ويغلي منهما دماغه، كما يغلي المرجل بالقنقم فكيف انت تمشي تركبة المعاصي وتقول أنا موحبة وأنا غير مشرك وتأكل ورحم والناصر بالباطل تقول أنا موحبة وتزني وتقول أنا موحبة وتسرب تقول أنا موحبة وتفرط في الصلاة وتقول أنا موحبة والصلي الصلاة في غير وقتها تاخرة وتقول أنا موحد ده إرجاع لازم تعرفوا الايّ تنيا والكلام ده literally تباo من كلم خطير ما كلمًا هذا كلام خطير جدا ليه؟ ليه لأنه ذا علامة من علامات النفاء كما جاء في الأثر إن المؤمن ليرى ذنوبه كجبل كجبل يخاف أن يقع عليه وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب ذباب دي يعني وحدة ذباب ما كثير ذباب دي يعني الوحدة في اللغة كما قال النووي كذباب مر على أنف فقال بي هكذا دا المنافق بيستهوان شنا جماعة بيستهوان الزنوب زي ضبانا ركضة عملها كذا دي الزنوب كلها شايفة كذا والمؤمن الصحي صحي الموحي المؤمن هو الموحي دا الصحي صحي يرى لو عمل قل زم يرى زي الجبل وقائد تعته ده ريقع يكون خايف لو عمل قل زم دا التوحيد كذا مش التوحيد تركب الزنوب وتقول والله يا أخي تعبوا أنقوا هاي يجوه معانا معانا تعبوا لان معانا والله كلام دا من أبطل الباطل وخلى كثير من الناس المحسوبين على التوحيد يتجرؤوا على المعاصر والله أنا موحيد خلا كل داني ما مشكلة تعبوا لي يا موحيد عائل اللي نساوي في الشارع أنا موحيد ما في عائل كله يختلط ما بحاجة أنا موحيد دا باطل يا ناس بل المعاصي تنقص التوحيد بل قالت سلف المعاصي بريد الكفري المعاصي شنو البريد يعني شنو الآن أقول لك رسلت رسالة بل ديها تشيل بالبريد موصل صح موصل المعاصي إذا ما عملت حسابك بتوصل لك وين الكفر ذاته تقول لنا موحيد ما أعمل المعاصي المعاصي بتودك للكفر والسلف قالوا لا تنظر إلى صغر المعاصية ما تقول دي والله من الصغير ما في مشكلة ما تقول كده إنما انظر إلى عظم من عصي انت عصيط الله مش تعين ان المعاصي يدل صغير ولا كباير انت عاين انك انت عصيط الجبار العظيم عصيط ربنا سبحانه وتعالى فالكلام ده كلام خطير جدا بالمناسب وهو سبب في هجوم الناس واستهوانهم بالمعاصي هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبي محمد وآله وصحبه وسلم